لا بجد يعني ممناسبة اني هتجوز وكده فاحنا لازم نستشير الخبرة طب ممناسبة ان حضرتك لي كيباع كبير طب طويل وخبرة داسي محيل وعلاقات مهببة يعني وما تعددها ايه ايه بجد ايه اه ايه كاك وقاوة ايه ايه يعني ايه لا حاله هو ايه 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 طلال ايه يعني لا بجد الموضوع يعني بشكل عام يعني الدنيا لزيزة جيدا لا انا الحقيقة اتكلم يا ماما ماما على فكرة انت مندافية عاجلة حو اهلا حاجة واضح ان البنت دين حرفت باز انت رأيه مالي خليلي مع العروسة ايوه يا روحة مش انت الخبرة ماما لازم نسألك عن كل حاجة يعني ازاني ادخل كده مش فاهمة مش فاهمة مش انا سألتك عايزة حاجة انا في الخدمة اقول ايه ماما هي قالت ماما عشان تتقالوني اصبري شوية انا بس عايزة أرهم يعني يعني لما انت حساني فاهمة ايه مش حساني برده مش فاهماني خالص يعني اصدي اعمل ايه يا صورة دلوها تعمل ايه اوكي تعملي ايه ايوه يا مريد شهاجة هقول نرجعنا موضوع هو ايه موضوع العلاقات والانفتاح والاشتكامك والموضوع اللي بنت باقت باقت بنت باقت اللي بنت باقت وانا اصدقيني اه انا فيهمك بعدين انت قوليلي وانا هترجب اوكي اولي اه يعني انا سؤالي الي كان في الاول لو نرجع لمرجوانا ايه يعني مثبتها نفسك جايبة لانجري حالو ام لانجري حالو ازاي لانجري يعني ايه لا جريحاً لمين؟ لعمال جريحاً ضعيب على فتح ضعيب جداً يلا ما جطع وكسيع يا شورة خذ لبالك إن أعمال متحفز جداً لا ما فيش تحفز خلينا سعلاً رابو عليه إيه؟ مين اللي ب... إنتي إيه؟ إنتي خليكي محضر خليك لا لا بجد أعمال متحفز ممكن هو يقول علي يا ستة مش كويس؟ ما فيش حاجة يسمعها رجل متحفز بجد المواطعة لزيتين تجوزي؟ أه صدق إنتي قلت لي معلومة ما كنتش واحدة بالي منها مفيش حاجة يسمعها متحفز بجواز وهانيمون وليل الدخلة وليل الدخلة أه كمالي 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 لازم يقفي دلع لازم يقفي دلع لازم في حاجات حلوة لانجري زريف أه إيه؟ أنا بأسمعك ألوان 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 أسود فحمر فسفر أسود فحمر فسفر؟ يا أزواء أين لون الزبنة؟ أسود ألوان ألوان المهمة فيه لانجري زريف ألوان مش حاجات جديتي في الحقيقة مش أنا اللي جبت الحاجات دي ماما اللي نزلت اشتريتها ماما؟ 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 أه إزاي ماما؟ لا ماما ما تجيبش حاجات ديها صح؟ لا ماما هي اللي راحت جابتها وأنا فاضية فاضية إيه يا جاني حبيبتي ما فيه؟ مقستيش؟ لا ماما ما عارفة معايش وعلى ما عاسمه أماما؟ لا ماما مش للدركة بجاز انت دام متقيلة أولا انتي ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس هسكال انجليزي لا 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 هسكال انجليزي ولا حاجة بس فاكرة زمان كنا اتكلمنا في حكاية إن عماد ماما تي بتخلق مش هيفرق مع الحاجات دي لا هيفرق بجاز؟ حاجات دي يا ماما بتفرق مع كل رجالة طب بقولك إيه؟ ما تيجي معايا؟ لا تقريباً اه انت قلت إيه؟ في المواضيع دي اه تقريباً خلاص با انت بتكسفي البيت؟ خلاص الله وش كسوف والله هتكسفي تقريباً هاتيجي معايا هاتيجي معايا تعالي معايا مع مات انا مع مات عادي انت صاحبتي روحي كان مويدي والله بس ده أنا سايبة هوني ده أنا متبرع لدي نعم مش صاحبتي؟ اتفرق ايه اللي زل أدول بداعتك دي؟ البيت دي صاف لأول لأ بصي ما احنا احنا سايبينك انت احنا بعاتين راجل راجل مصيد الرجالة اه انا لشكل جدا مندوب مندوب مع اننا المفهود يشرفنا يرفع رأسنا فانتي لازم تقومي بالواجب كامل طبعا اماما انا يعني لو قفت في اي مشكلة او حك اكيد هكلميني كلميني كلميني سأولا اه طالعا دي مرجع كده دي مصول وانتالفن اواي ها اه على طول على طول ادهولي بقى ابنت يا ربا قبلنا يا رب ربنا يديك الصحة والعافية الله يعطيني العافية الله يعطيك العافية بتمسك ايدي وبتدويني بس خلاص خلاص انا بس عايز اقولكو على حقيقة مهمة جدا جواي بس بيه ودعطي راف انا محتاجة اعترف بيه انا عارفة كل حاجة بس مدكينا كل حاجة في ادماجي هنا يا سلام طبعا يا جامد قوي دعم جامد جدا على فكرة 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 يا بنا مالك طعم مالك طعم مالك طعم طعم بان ما تشوفي بلادهم لا يا حببتي خلاص با انا كده خلصت رسالتي ما تقولش كده بعد الشر عليكي ربنا خليك يا حببتي جان كنت عايزاكي اه قوي قوي هستأذنكو يا بنات بس عشان عالما حماتي طبعا ايه حماتي دي بيه اقمي ليه لها بقى يا بنتي انا مش حماتك خاني زي امك طبعا يلقسنا بك طرقونا الست دي شكلة طيبة قوي بس جامد ايه مش هتخص خرم عليها مه ابنها الوحيد اكيد متعلق ابي برضه صح ابنها بس جايز تكون مريضة بي مه ام ما اعتقدش شكلة جدت عقليه دي وليه ما فيش رأسه وغيسر كده عارفة كنت عايز اتكلم معاكي من فترة كبيرة بس للأسف ما كانش فيه وقت تي عارفة بقيت عنت العفش والديكور والحاجات كل الحاجات بتاخد وقته طبعا ايه يا حبيبتي انا عارفة طبعا عايزة اقولك يا جان انه عمد فعلا بيحبك ده ابني وان عارفك كويس انت واخده راجل بجد هتعرفي كلامي ده مع العشرة انت كل حاجة في حياته لأ ما انا عارفة عارفة ان عمد بيحبيني كويس ومتأكدة كمان انه هيكل مبسوط معايا ان شاء الله يا حبيبتي انا عشان كده بقى هتكلم معاكي بصراحة صدر لاني بقى تبرج زي عمد بالظبط انا حسة يا جان ان انت حاطة حاجز ما بيني وما بينك ما عارفش بتعميني رسمي قوي وبعدين مش بنتكلم مع بعض زي اي اتنين يعني كنت بقول كده احتمال يوم من الايام الحاجز ده يتكسر ونتكلم مع بعض بس الاسف ده ما حصلش علشان كده قررت النهاردة ان اتكلم معاكي واكسر الحاجز ده بأيدي انا عايزة فهمك ان انا زي امك يعني لو عمد عملك اي حاجة او دايقك وطبعا ده مش هيحصل وانا متأكدة تتكلميني على طول وتيجي تعودي معايا انت عارف ان انا معنديش بنات وانت زي بنت بالظبط هو في حاجة يا طند يعني انا من ساعة معرفة عمد في حاجة مضايقة حضرتك لا يا حبيبتي فيش حاجة طيب يبقى انا صحة بقى بس يا طند قدر الكلام بيعمل مشاكل كتير او علشان كده انا حب ان يبقى ده شكل العلاقة بيني وبين حضرتك وفي سبب تاني لحضرتك عمرك هتكوني امي ولا انا عمرك هكون بنتك ليه كده يا حبيبتي علشان دي الحقيقة عماد مش هيبقى زي امجد عند بابا وماما بعدين انا مش هكتب عليكي ومش هقولي الكلام مش حقيقي انا مش هتدخل ابدا في العلاقة بينيك وبين عماد خالص مليش دعوة بالموضوع ده خالص بس اللي حضرتك لازم تستوعبيه ان عماد حياة تغيرت يعني هو داخل على جواز مش هيبقى فضيلك على طول حياتي هتتغير زي بالزبط انا كمال حياتي هتتغير مش فهمة ما تفاهميني اكتر لا هو في الحقيقة اكيد انا مش هقدر افاهمك تهيقلي الايام كفيلة انها هتفاهم حضرتك انت شايفة كده؟ طبعا اكيد ما عليش سورية لانت عشان انا صاحباتي كده سايبة ملاحدة ما عليش دك بالبيتك موسيقى 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 موسيقى